يمكن محمد النهاردة أكتر وأكتر عن الناس بقى الرياضيين يعني النهاردة معمولة الحلقة عن الناس الأبطال الحلوة دي الرياضيين في كل المجالات تلاقي الرياضي ده طبعا بيقضي تلات تربع حياته في التمارين وشقة ويصحى الصبح ويأكل أكل معين وأكل صحي والمدرب دايس عليه جامد فاللي هو حياته كلها جوا التمرين عشان يورينا ماتش حلو فييجي لو ما توفقش في ماتش تلاقي اشتيمة 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 كالسروره نفسيته ممكن فيه ناس كتير اعتزلت بسبب كلام الناس طبعا يعني نقول ايه بقى للبطل ده اللي الناس كلها مثلا راح تهجمه في بطولة ما اخدهاش وهو زنبو ايه ما هو التوفيق ده برضو من عند ربي يعني لو هنتكلم عن الرياضيين أو هنتكلم على أي إنسان قرر انه هو ينجح فهو لازم يتقبل ان النجاح ده ليه ضريبة وليه تمن وجزء من ضريبة النجاح والتمن بتاعه هو ان انا بقى عارف ان فيه ناس اسمهم اعداء النجاح هما فيه ناس عشان هما يقدروا يبرروا فشلهم ما بيحبوش يشوفوا حد ناجح فبالتالي بيتصيدولوا الاخطاء واي خطأ بيتصيدوه بيبتدوا يبروزوه وبيبتدوا يكبروه علشان يقدروا يحسوا هما بيستمدوا قيمتهم وبيستمدوا طاقتهم لو هنتكلم بقى عن الطاقة بيستمدوا طاقتهم من ان هما يشوفوا الانسان فاشل فيه انواع من الناس الناس دي بنسميهم اللي هما الناس اللي بيمص الطاقة الناس اللي بيعملوا اللي هما بيلعبوا دور الضحاقية الناس اللي هما بيشتكوا لما تيجي تقدميهم حل يقولك انا جربت ومنفعش طب روح لفلان دكتور روح لفلان كوتش يا عم ده ناس ما لهمش لازمة كل ما تيجي تقدميهم حلول هو انا جربت انا حاولت انا ويفشلك الحلول الناس اللي بتلعب دور الضحاقية الناس اللي بتفشلك الحلول وبتشتكيلك على طول الناس اللي بتقلل منك وبتقلل من نجاحك وبتقلل من احلامك وتموحاتك وبتشوف ان اللي انت بتعمليه ده هبل معلش انت النهاردة يعني انا بشوفك واحدة بتسعي وبتتعبي وبتبزلي مجهود جبار او واحد زي اللي حضرتك بتقولي عليه ده وتلعيب كورة بيبزل مجهود جبار عشان يعمل فيديو بسيط الناس فاكرة ان انت بقى لما اي كلام وخلاص الناس دي مجهودها بيحترم فواحد بقى بيقلل من احلامك وبيقلل من اهدافك هل احنا بقى المفروض نسيب حياتنا ونقعد نسمع للناس دي لا مش المفروض كده المفروض ان احنا فعلا يبقى عندنا متانة نفسية وما نسمعش يعني ان احنا كل كلمة تدخل جوانا وتأثر فينا وتتعبنا وإلا انا اظن لو احنا سيبنا نفسنا كده ما كانش حد في الناس دي او اي حد ناجح بشكل عام كان عارف يطلع خطوتين تلاتة لقدام